في الثمانية والأربعين العام ولد وفي الثمانية والأربعين الأرض المحتلة نظمت عليه تمائمه وفي مستشفى هاشارون ببيتا حتيكفا قاب قوسين من مسقة رأسه بلدة كفرقاس قضى نحبة بعدما أسس عمره الثاني الخالد الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل إنه الشيخ عبدالله نمر درويش الذي كان عام 72 وتسعمائة وألف مولد عمره الباقي يوم أن أقام أول نواة للحركة الإسلامية بمسقط رأسه كفرقاس في باكورة نشاط بدأ مشروعه دعويا تحت اسم العودة إلى الإسلام غير متجاوز ما بين لابتي مدينة كفرقاس قبل أن تنتظم في سلك بلوغه سائر بلدات منطقة المثلة الشمالي بعد حولين لتطوية دعوة العودة إلى الإسلام طور المحلية الأولى بوصول بثها العملي منطقة النقب المحتل في أطول موجة تردد دعوي عام 79 وتسعمائة وألف ثم ليمتد مجال نشاطها الميداني باسطا يد تطوعه مادا كفف عالياته في العام التالي إلى مدينة الناصرة وبلدات الجليل المحتلات على تأثر بفكر حركة الإخوان المسلمين أسس الفقيد درويش بنيانه الذي استوا سيرته الأخيرة حركة دعوة وخدمة قرت عينه بالنظر إلى ثمرها وينعها بعدما فصل برنامج عملها على مقاس تعزيز الهوية الذاتية ورعاية الخدمة التنموية مطلقا بالتوازي شبكات عمل مؤسسي ثقافية واجتماعية وتعليمية وصحية ورياضية لكن عقد المشترك التنظيمي ما لبث أن انفرض بعدما دخل السياسي على الخط لتجد الحركة نفسها على موعد مع انشطار خصت بموجبه غلبة الاستخدام الجناحة المعترضة المنفصلة بالاسم الحركي في أوسع دوائر اعتماد الساحة الجماهيرية قرأ الشيخ الفقيد في واقع المشهد السياسي من حوله تحديا قاده وجناحه الاجتهاد إلى مواجهته بتعزيز الحضور السلطوي المحلي بتمثيل حلو خياره مر فقرر المشاركة النيابية في الكنيزة مدشنين فراق بين جناح الحركة الجنوبي بقيادة الشيخ عبدالله نمر وبين جناحها الشمالي برئاسة الشيخ رائد صلاح وقد مهرت سلطات الاحتلال انتقامها من الجناح الأخير بتحرير وامضاء قرار حضره بتاريخ السابع عشر نوفمبر 2015 بينما ابتغل جناح المتابع سلما في الكنيسة لإلاج الصوت الفلسطيني في سم المنبر البرلماني الصهيوني تحت مظلة تحالفات أرست سفينة مشوارها على شاطئ القائمة العربية المشتركة لكن المفارقة التي شكلت وجه المفصلية في علاقة المؤسس بالمؤسسة كانت سحب الأخيرة ممثلة في قطبها الأعظم الأنشط دائرة الحضور المؤثر من منشئها وإسلامها في نسخة انفصالها راية الريادة رائدا لم ينسى ذكرى المؤسس بصالح البذل وحميد الجهد شاكرا له دوره العظيم في مسيرة الصحوة الإسلامية بعامة والحركة الإسلامية بخاصة في الداخل الفلسطيني تحمل أرض وتبني الدور